ورجعنا لكم تاني بعد الفوصل فقريتاً مرات دي مختلفة شوية الصحة والتعليم هم أكثر منظومتين تأثيراً واحتكاكاً بالناس وعشان كده فقريتا معنا النهاردة هنتكلم عن الخدمات اللي ممكن نطورها لخدمة هاتين المنظومتين وهيتكلم معنا باستفادة دي في النهاردة في الستوديو الأستاذ أسامة خليفة أهلا بيك يا أستاذ أسامة منورتي في الستوديو مبدئين كده كل سنة وحررتك طيب ويعيد حب سعيد على حضرتك كل سنة وحررتك طيبة وكل سنة وقالنا كلها طيبين الشعب المصر شكراً معنا أستاذ أسامة خليفة خصائي شؤون المالية حب أن أتكلم مع حضرتك بطريقة مباشرة الأول عن التعليم هل حررتك شايف أن التعليم دلوقتي بقى واصل للتطور اللي احنا بقينا فيه والله بصراحة سيادة الوزير طرق شوقي طور منظومة التعليم بطريقة جميلة جداً وأصبحت المناهج أكثر شمولية وأكثر عمومية وأصبحت المناهج شاملة تطوير في المناهج الفنية والمناهج العلمية التطبيقية وفي المناهج الاجتماعية ولكن في ظل التطورات والتحديات العصرية السيادة الرئيس بيطورها في كافة القطاعات الدولة يعني في ظل تطور الطاقة في ظل تطور البنية التحتية في ظل تطور الإنشاءات الرهيبة والمجتمعات العمرانية اللي السيادة الرئيس بيعملها هنحتاج نطور التعليم توازي مع إنجازات سيادة الرئيس تمام طيب إمتى ممكن نقول إن إحنا عندنا منظومة تعليم قوية؟ لما منظومة التعليم تواكب وتتماشى مع آليات العمل تمام وده إن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا نظام تعليم جيد دلوقتي طبعا إحنا بدأنا نتجه لنظام تعليم الفور آي آر وهو ما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة صورة التقنية والتكنولوجيا إن شاء الله فإن شاء الله بإذن الله يعني هنصبر مع سيادة الرئيس وخلال سنوات قليلة جدا هيبقى عندنا منظومة تعليم لا تقل عن الدول الأوروبية المتقدمة إن شاء الله إن شاء الله طيب إحنا فعلا مصلنا لدرجة مختلفة جدا عن زمان في التعليم بس بيقابلنا برضو عقبة كبيرة قوي الدروس الخصوصية إزاي من وجهة ننصر حضراتك إن إحنا نقدر نجدع على هذا الظاهرة اللي بقت منتشرة دلوقتي والله يا فندم الدروس الخصوصية دي تظاهرة متفشية والدولة بتحاربها بقالها فترة وأنا في وجهة نظري الدروس الخصوصية نعالجها بمجموعات التقوية داخل المدارس ولكن مجموعات التقوية داخل المدارس مش بأسعار عالية قريبة من أسعار الدروس الخصوصية لازم نحسس ولي الأمر إن إحنا بنيدي دروس خصوصية بمعرفة وتوجيه الحكومة ولكن بأسعار أقل كتير وبرضو الكتب الخصوصية دي مشكلة كبيرة جدا جدا دلوقتي فعلا بقوا يشتروا الكتب من المكاتب خارج المدرسة كمان بأسعار خيالية طبعا والكارسة إن المدرس اللي بيدي درس خصوصي ومعظم المدرسين بيكونوا مدرسين داخل منظومات التعليم بيوصوا بشراء الكتب الخارجية وده بيحسس عند الطالب إن ما فيش ثقة في كتاب المدرسة بالفعل وده بينم شعور الطالب إن لها ثقة في المناهج الدراسية لازم نحافظ على المناهج الدراسية المعتمدة ولازم ندرس بيها ونقلم من استخدام الكتب الخاصة ده هيكون أول حل في القضاء على مشكلة الدروسة الخصوصية وثاني حل البديل هيكون مجموعات دراسية بالمدارس وده بالفعل الحكومة بدأت فيه ولكن مع تقفيد أسعار هذه المجموعة حتى يتماشى مع ولي الأمر تمام وبرضو يعني من رأيي لو إحنا كمدرسة أو وزارة التربية والتعليم زودة مرتبات المدرسين بتهيقلي برضو هيقل قوي نسبة الدروس الخصوصية لأنه بالتالي هو بياخد يعني مقابل تعبو فهيضي كله في الدروس أو في الحصص يعني المدرسية العادية بصحيح الكلام ده برضو؟ هو طبعا أكيد لو إحنا دينا للمدرس أكثر حيكون ولكن في مشكلة عايزة أقول لساتك عليها النهاردة منظومة التربية والتعليم عشان ترفع الأجور محتاجة ميزانية خاصة ولازم يكون فكرنا واتجاهنا عن تمويل التعليم لو إحنا قدرنا نفتح مصادر تمويل التعليم على طراز الدول الأوروبية طبعا هنقدر نرفع رواتب المدرسين هنقدر ندخل برامج تدريبية هنقدر نهتم بالمدرس أو المعلم اللي هو بمسؤول عن توصيل المعلومة ومسؤول عن التفاعل مع الطالب ولكن في بعض المدرسين مهما زودنا رواتبهم أعتقد أنهم ها يستمروا في أعطاء دروس خاصة والأسف برضو أنه بيكون في بعض الطلاب بيكونوا محتاجين ده احنا بنعيني برضو من حتة زي دي طبعا طبعا طيب عايزة أخذ من حضرتك دلوقتي إحنا عندنا قزمة كورونا سببت أن نظام التعليم بقى عن بعض بمعنى زي ما حضرتك قلت من طريق النظام الإلكتروني الدراسة بقت من خلال النات والنظام الإلكتروني الدروس حتى الانتحانات هل حضرتك شايف إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله بعد ما نتعايف من هذا أزمة الكورونا هل بعد ما إحنا نتعايف هيكون فيه نظام مختلف ولا هنرجع نفس الموضوع ولا يكون نظام عامل إزاي والله يا فندم أنا أتمنى عودة النظام الدراسي للمدارس ولكن ما نستغناش أو ما نقدرش نستغنى عن التعليم عن بعض بنسبة 100% طبعا التعليم عن بعض هو أحد أشكال التغيير الرقمي التعليم عن بعض هو بنحاول نستفيد من التكنولوجيا والتفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا والتقنية المحيطة بينا ولكن لازم لازم التعليم يرجع للمدارس ولازم يكون فيه تفاعل ما بين المدرس والطالب ولازم يكون فيه احتكاك ما بين المدرس والطالب فأنا أتمنى إن لو هيبقى فيه اعتماد للتعليم عن بعض ما يبقاش بنسبة 100% طبعا بالفعل يعني طبعا بنشوف دلوقتي لما الطالب يعني أنا عندي أطفال كتير قوي أولاد إخواتي يعني بحس برضو هما بيفسلوا الموضوع بيفسل لكن لما بيكون هيصحوا الصبح بادري للمدرسة رجعين أنا ريح شوية عندنا درس الموضوع بيكون متغير طبعا حضرتك شايفين هو يعني الأفضل طبعا العملية التعليمية عبارة عن طالب ومدرس ومناخ بيجمعهم بالفعل إحنا حتى بنقول زمانينا في المدرسة والمدرسين إحنا بنشوفهم وقت الدراسة أكتر من أهلينا طبعا فالفضل وبس يا فندم المناخ اللي بيجمع المدرس والطالب وهو المدرسة ده عامل مهم جدا جدا وضروري وفي غياب المدرسة في مساوء كتير جدا بتحصل للطالب يعني الطالب إحدى عيوب التعليم عن بعض الوحدانية للطالب والعزلة طبعا الطالب عشان يقدر يتعلم عن بعض لازم يكون ملم بوسائل التكنولوجيا عشان يقدر يوصل لمعلومته في أي وقت طبعا التعليم عن بعض بيتطلب بعض التكلفة على أولئة الأمور زي الكمبيوتر زي الطبعات زي التابلات وده ما بيبقاش متوفر في كل الأحوال فلابد من جمع الطالب والمدرس في المناخ التعليمي وهو المدرسة طيب خليني أدخل مع حرورتك شوية عن السحة عايزة أسألك إيه اللي بينقص منظومة السحة عندنا لترتقي لمستوى الدول المتقدمة طبعا إحنا تقدمنا جدا 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 عن زمان وطبعا بمساعدة سيادة الرئيس عبدالفتاح الرسيسي اللي كلنا بنحبه طبعا وبنقول لك في برنامج جمالك مع رينا كل سنة وحرورتك طيب وعيد حب سعيد على حضرتك وعالأسرة جميعا وبنحبك يا رئيس فحرورتك شايف إيه اللي بينقصنا في منظومة السحة والله أنا حابب أقول النبذة المختصرة عن سيادة الرئيس قبل ما أتكلم مع منظومة السحة سيادة الرئيس بيعمل طفرة اقتصادية وبنية تحتية لم ولن تشهدها البلاد من قبل بالفعل لازم بس يعني بعض الزملاء وبعض الإخوة وبعض الإعلاميين لازم يوصلوا للناس ويوضحوا لهم نتائج أعمال سيادة الرئيس سيادة الرئيس مش بس تطور التعليم مش بس تطور الصحة صح سيادة الرئيس تطور كل قطاعات الدولة وبمبالغ ضخمة جدا جدا وباختصار يعني أنا شخصيا شايف أن سيادة الرئيس عمل في 6 سنين اللي ما كانش يحصل في 60 سنة بالفعل حوالي 25 ألف مشروع طبعا دا اندل يدل على أن هو شغال ليل ونهار وعلى رأيي المقولة اللي بتقول إذا كانت المواطيات واحدة فإنها دوما تصل إلى نتائج واحدة مضبوط وإذا كان دا اللي قدمه وبيقدمه سيادة الرئيس يبقى احنا خلال فترة قصيرة جدا لا نقل عن أي دولة في أوروبا أو أمريكا اقتصاديا ولا تعليميا ولا صحية آمين وربنا يخلونا يا رب وأنا بحب برضو أقول سيادة وكل سنة وتطيب وربنا يخليك لنا وبالنسبة لمنظومة الصحة منظومة الصحة بتشهد فعلا تطور غير مسبوك منظومة الصحة حاليا في بناء حوالي 96 مستشفى النموزاجي منظومة الصحة شمل التدريب بنسبة 100% لكل الأطباء منظومة الصحة اتخصص لها ميزانية ضخمة جدا وده إن ده اللي يدل على اهتمام سيادة الرئيس ووضع الصحة ضمن أولوياته الأولى منظومة الصحة قدمت للشعب المصري في الفترة الأخيرة حاجات جميلة جدا جدا حاجات طبعا وكان بيتابعها سيادة الرئيس بنفسه شخصيا زي مبادرة الميت مليون صحة حياة كريمة القضاء على قوام الانتظار فمنظومة الصحة بالفعل بتشهد تطور وبرضه أتوقع أن احنا خلال سنوات قليلة جدا جدا لا نقل عن الدول الأوروبية في المنظومة الصحية وخاصة بعد تطبيق التأمين الصحي الشارع إن شاء الله طيب إزاي حيرتك بتقيم وعي المواطن واحفاظه على نفسه في أزمة كورونا اللي احنا فيها والله الشعب المصري وعي بسي مش بنسبة 100% طبعا بنعاني من بعض الناس اللي هي ما عندهش وعي بنعاني من التقارب الاجتماعي بنعاني من الناس اللي بتلبسي كمامات في الشارع فنسبة وعي الشعب المصري لن تصل إلى درجة ماء بالماء وطبعا بالرغم من إن الحكومة بتعمل برامج توقعية من خلال القنوات ومن خلال التكنولوجيا ومن خلال النت ولكن لسه وعي المواطن ما وصلش 100% طيب إزاي بقى نطور وعي المواطن والله يا فندم هنزود وسائل الإعلام في التوقعية والترشيد باقترح برضو عدم التهون في الغرامات للناس اللي بتلبسي كمامات وعدم التالي كمامات لإن ما بنقدرش نراهن على وعي الشعوب بنسبة 100% لازم يكون في حزمة وتطبيق قانون حتى يلتزم المواطن فإحنا نزود برامج التوعية والوعي الصحي وبرضو نطبق غرامات على عدم التالي كمامات طيب في حركة مررية كتير قوي دلوقتي في الشارع بسبب الكمامات اللي مش لابس كمامة فيه غرامة هل ده فعلا مطبق ولا لأ؟ مطبق بالفعل بالفعل ممكن تقوله؟ مطبق بالفعل وطبعا بيطبق من جهة الشرطة المصرية وبرضو أحب أوجه التحية الوزارة الداخلية على المجهود الرائع اللي هم بيبذلوه في الفترة الأخيرة وبالفعل أنا بشوف كل الكمان في كل الإشارات يعني بيطبق غرامة عدم تالي كمامة من أبناء الشرطة والمرور وده بالفعل قائم وإحنا كمان في بردمجنا جمالك مع رينا بنحيي وزارة الداخلية والشرطة على المجهود الحقيقي اللي بذلينه في الدولة وربنا يحافظ علينا ويعيننا ويعينكم ويشير عندنا الغمى إن شاء الله طيب عايزين نتكلم عن منظومة التأمين الصحي والمنظومة الجديدة عايزين نتكلم عليها أكتر ووضوح أكتر التأمين الصحي الشامل طبعا أنا بحب وجهة حالي سيدة الرئيس تاني والسيدة الدكتورة الفاضلة وزيرة صحة الدكتورة هالة زايد ومساعد وزيرة صحة الأستاذ الدكتور أحمد السبكي الشاب الجميل طبعا منظومة أكثر من رائعة حيئة وإحنا كمان من حيين برنامجنا ده كان الفرق بيننا وبين الدول الأوروبية المتقدمة في الطب يعني على سبيل المثال لما نجي نشوف ألمانيا ليه هي متقدمة في الطب كنا بنلاقي أن ألمانيا وضع منظومة تأمين صحي شامل لأبناء الدولة والمختلفين تماما فمنظومة تأمين الصحي الشامل باكتمالها إحنا بقينا دولة لا تقل عن دول أوروبا في منظومة الصحي وإن شاء الله مصر جاية وفي تقدم كبير يعني نصبر شوية مع رئيس يعني مثلا في خلال قدقية ممكن نقول إن هي المنظومة الصحية معنا اتطبقت هنا في مصر في خلال مثلا القدقية يعني كذا مواطن فعلا بيسأل على موضوع التأمين الصحي يعني ده مهم جدا للناس كتير جدا فمحتاجين نور مثلا يعني إحنا مش هنقدر نحط وقت زي سيادة الرئيس طبعا بيقول سنة واحدة الكباري تخلص يعني الله يكون فعونه بس إحنا محتاجين مثلا إن يعرف في مدة لا تقل عن قد إيه مثلا والله يعني أنا أتوقع إن خلال ثلاث سنين أو خمس سنين بكتير يكون منظومة التأمين الصحي مغطية كافة محافظة دمورية بصر العربية تمام طيب من وجهة نظرك حريتك شايف إحنا إزاي نقدر نطور مراكس الشباب اللي في مصر آه والله مراكس الشباب دي بقت مشكلة كبيرة جدا حقيقي طبعا مراكس الشباب تم إنشاءها لهدف إن هي تكون صديقة الشاب في القرية أو في المدينة مزبوط مراكس الشباب دي تمت عشان تقدم خدمات اجتماعية وخدمات ثقافية وخدمات رياضية وللأسف الشديد مراكس الشباب في كثير من القرى الآن آه لا يتوجد بها كثير من الرياضات لا يتوجد بها أنشطة ثقافية واجتماعية آه ومع ارتفاع اشتراكات الأندية ومع ارتفاع عضوية الأندية أعتقد إن ما بقاش للمواطن البسيط إلا مراكس الشباب وأنا بنادي بنادي من سيد الوزير وزير الرياضة إن هو يسرع في تطوير مراكس الشباب تمام طيب رؤية حضرتك إيه على الخدمات اللي بتتقدم للفلاحين لتوسيع الزراع والله يا فاندم هو برضو سيدة الرئيس عالج النقطة دي بطبطين الاترع لأن كان من إحدى المشاكل اللي كان بتقابل الفلاح آه آه عدم وصول منصوب المياه الطبيعي لأرضه فكان بيضطر الفلاح يروع على حسابه وكانت بتكلفه تكاليف عالية جدا فدي برضو أنا بوجه الشكر لسيدة الرئيس على إن هو يعتبر بحل المشكلة الآن وفي فترة وجيزة جدا هتكون المشكلة انتهت والماء هتوصل بمنصوبها الطبيعي لكل الأراضي وفي مشاكل تانية بتقابل الفلاح ارتفع مستلزمات الزراعة أسمده وخلافه وربنا عين طيب في نهاية فقرتنا محتاجة أخذ من حضرتك رسالة للشباب والله أنا رسالة للشباب والشعب المصري كله اهتموا بالعمل اهتموا بالانضباط اه حاولوا تصبروا مصر في فترة قصيرة جدا جدا هتبقى إن شاء الله حاجة تانية خالص وحافظوا على صحيتكم آآ بعيدوا عن التدخين آآ آآ ويعني أتمنى إن الشباب يكون اتجاهه وميوله للتعليم والرياضة طيب رسالة حلوة بقى للسيد رئيس السيسي أنا عارفة إن إحنا لو اتكلمنا كتير مش هنلاقي كلام نقوله له يعني أنا في حياتي فعلا أنا مش كبيرة قوي في السن بس في حياتي ما شفت رئيس قريب من أنا بالطريقة دي أنا حاسة إن أنا رئيسي عارف أنا بحب إيه وعايزة إيه والمحتاجة إيه عارف كل حاجة في الدولة تحس إن هو بيعملها لنا إحنا آآ بينزل الشارع بيسلم على الناس بيفتقد الناس يعني فمهما نتكلم عليك يا رئيس مش هنقدر نقول يعني أنا برنامج بتاعي جمالي بس أنا انتهست الفرصة فعلا في الفقرة دي علشان آآ أقدم لك كل الشكر آآ وأقدم لك كل التحية وكل الفخر إن إنت رئيسنا فأنا محتاجة من حضرتك رسالة حلوة كده لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي يا اللهي السيد الرئيس يعني عايز أقول له ربنا يخليك لنا أولا يا رب وعايز أقول له استمر ربنا معاك وعايز أقول له يعني يعني هو أنت خلت العالم كله يستغرب خلت العالم كله يتساءل كم الإنجازات دي تم إزاي في الفترة دي وبشرط ده السيد الرئيس بيتابع بنفسه السيد الرئيس بيشرف على المشروعات دي بنفسه فأقول له كل سلام أنت طيب وأقول له ربنا يخليك لنا يا رب وكل سلام وطيب حضرتك بجد طريقتك في الإركاء حتى خجولة أحجلتنا بكلامك الجميل حضرتك نورتنا وشرفتنا ببرنامج جمالك مع رينا وتوعيدنا إن شاء الله في حلقات تانية تكون معنا وتشرفنا دايما إن شاء الله عزائي ومشاهدين فاصل ونرجع لكم مرة تانية وتقلبوا المحطة ولا تروحوا في أي حتة رجعين لكم مرة تانية